لو انت سكتت خالص. في حد هيسمعك? معتقدش حد هيسمعك. طيب لو انت اتكلمت كتير 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 رغاي قوي. في حد هيسمعك? برضو محدش هيسمعك. ولو اتكلمت كلام مش في محله مش في موضعه برضو محدش هيسمعك. دي الطريقة اللي بتتعامل بها محركات البحث وخاصة محرك بحس الاتيوب مع اوصاف فيديوهاتك. فيديوهاتك فيها وصف. الوصف ده لو مفهوش كلام محرك البحث مش هيشوفه. لو في كلام كتير مالوش لازمة مش هيشوفه. لو في كلام مالوش علاقة بالموضوع برضو مش هيشوفه. تعالوا مع بعض نعرف ازاي نكتب وصف بطريقة صحيحة علشان نساعد محركات البحث ونساعد المستخدمين ان هم يلاقوا فيديوهاتنا على اليوتيوب مما ينعكس على فيديوهاتنا بالاجاب. هيجينا مشاهدات كتير من البحث. لو عملنا الطرق اللي احنا هنتعلمها في الفيديو بتاع النهاردة. وكمان هنتعلم ايه هي اقسام الوصف. هو الوصف ليه اقسام? ايوه الوصف ليه اقسام? وكمان هنتعلم ايه الحاجات اللي هنكتبها في الوصف? وايه الحاجات اللي هنبقل عنها تماما في الوصف ما نكتبهاش? وايه كمان? الوصف الطلقائي? وازاي نعمل وصف طلقائي? يمشي مع كل الفيديوهات. تابعونا لنهاية علشان نعرف كل الكلام ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في علامة استفهام. لو اول مرة تشوفونا ومهتمين بالربح من اليوتيوب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية وحباب قناة علامة استفهام بقى من زمان اللايك الجميل للفيديو. وتأكد انك مفعل الجرس على الكل علشان الناس اللي بتشتكي من عدم وصول الاشارات. هندخل بقى على طول في الموضوع. محرك بحس اليوتيوب يعتبر تاني اكبر محرك بحس على مستوى العالم. اليوتيوب بيستخدمه حوالي اتنين مليار مستخدم على مستوى العالم. رقم مهول جدا. احنا عايزين بقى نستغل محرك البحس الكبير ده في مساعدة المشاهدين في العصور على الفيديوهات الخاصة بنا. فمن خلال كتابة بعض الكلمات الرئيسية في الاوصاف بتاعة الفيديوهات هتساعد المشاهدين بشكل كبير جدا في ان هما يلاقوا الفيديوهات بتاعتك. في ناس مش بتكتب حاجة في الوصف وده غلط. هتقول لي ما فيه قنوات كبيرة مش بتكتب حاجة في الوصف. انت بنفسك قلت قنوات كبيرة. فهو كده كده بيعتمد على القاعدة الجماهيرية اللي عنده. ولكن هو لو كتب وصف هيجيله ضعف المشاهدات اللي عنده علشان هيجيله ناس من محرك البحس. لكن محرك البحس لما ييجي يدور في العنوان وبيدور في الوصف وبيدور في الكلمات المفتاحية. العنوان لوحده مش كفاية. لازم التلات حاجات دول فلازم تهتم بالوصف علشان يجيلك مشاهدين من محركات البحس بطريقة مجانية وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. هندخل على طول في الموضوع وهنقول ايه هي الطرق السليمة الصحيحة الزكية اللي هتساعدك في زيادة نسبة المشاهدات عندك من خلال كتابة وصف بطريقة صحيحة. رقم واحد معنا كتابة فقرة صغيرة متماسكة. تستعرض فيها نظرة عامة حول موضوع الفيديو ولا تقوم بكتابة كلمات مفتاحية فقط. في ناس بتلاقيها رصة كلمات تحت بعضها. كلمات مفتاحية تحت بعضها. كلام كتير جدا. تحت بعضه كده. ده طبعا طريقة غلط. هتقول لي ما في ناس برضو بتعمل كده والدنيا ماشية معاها. في قناة اسمها قناة احمد الجرنوسي اعتقد الناس كتير تعرفها قناة كبيرة جدا. واقع في الغلطة قبل كده من فترة. وكتب الكلمات الدلالية في الوصف. وخد مخالفة ارشادات منتدى. تخيلوا. مخالفة ارشادات منتدى. وانا هسيب لكم في الوصف الفيديو اللي بيتكلم عن الموضوع ده. رقم اتنين يجب كتابة اهم الكلمات المفتاحية في بداية الوصف. انت ما تجيش تكتب في بداية الوصف. برا بقى اشتركوا في القناة. وده الفيسبوك بتاعي. ودي مواقع توصل الاجتماعي وبرجاء دعمنا. واللي تلاقيه كاتب اية قرآنية واللي تلاقيه كاتب كل الحاجات دي جميلة جدا ان انت تكتبها. ولكن الوصف ليه قسمين وده هنعرفه دلوقتي. اكتب الحاجات دي في القسم التاني. لكن القسم الاول اللي هو اول تلات سطور اكتب فيه اهم الكلمات المفتاحية. رقم تلاتة انت هتحدد كلمات مفتاحية. يا اما كلمة مفتاحية قصيرة. اللي هي من كلمة او كلمتين. يا اما كلمة مفتاحية طويلة. هتحدد الكلمة دي وتكتبها في الانوان وفي الوصف. رقم اربعة. ازاي نجيب الكلمات دي? احنا هنجيب الكلمات دي من خلال اربع طرق بسيطة جدا. اول طريقة من بحس اليوتيوب نفسه. يعني ده بحس اليوتيوب. خلينا كده نعمل مسلا على سبيل المسال بقى احنا دخلنا على العيد وكل سنونا طيبين. هنكتب مسلا طريقة عمل الفات. عشان العيد. شايفين لما كتبنا طريقة عمل الفتة? جاب لك حاجة اسمها خاصية المال التلقائي. جاب لك حاجة اسمها طريقة عمل الفتة المصرية. طريقة عمل الفتة بالخلة والتوم. الفتة السوري. باللحمة السورية. فاطمة بحاتين. اجلاء الشربيني. بالعيش البلدي. كل دي اسمها كلمات مفتاحية. ودي الكلمات اللي بيستخدمها. المشاهدين يعني فيه مشاهدين كتير يستخدموا الكلمات دي في البحث. فبناءا عليه البحث ارشي في الكلمات دي. فانت لما تيجي تعملي عنوان. ليه فيديو انت عاملا بالفتة? ما جيش تقولي. تعالي شوفوا انا عملت ايه الحماتي. ما هو ما حدش هيكتب في البحث. تعالي شوفوا انا عملت ايه الحماتي. ده اللي هيكتب كده او اللي بيعمل او اللي بيعتمد على الطرق دي للقنوات الكبيرة. عشان تلفت الانتباه وكده. لكن احنا لسه على قدنا. فاحنا عايزين نجيب اه مشاهدين من محركات البحث. ايه اما ندخل على جوجل نفسه. يعني ممكن تدخل على جوجل نفسه وتكتب برضو هنا طريقة عمل الفتة. وتعمل بحث كده. وتنزل تحت. هتلاقي برضو حاجة اسمها عمليات بحث متعلقة. تمام? اهي. طريقة عمل الفتة بالقش البلدي. فاطمة بحاتي. طريقة عام بالصور بالسورية السعودية. وهكزا. يبقى دي اول طريقة. طيب تاني طريقة. فين المقالة اللي احنا شغالين فيها. على فكرة انا هسيب لكم المقالة دي في الوصف. المقالة دي ممتازة يا جماعة انا شغلت فيها من الصبح والله. واخد النهاردة اجازة وشغال في المقالة دي من الصبح. فيها حاجج اسمها جوجل تريند ومخاطط الكلمات الرئاسية. طيب. لو جينا على جوجل تريند كده وضغطنا عليها هسيب لكم المقالة دي في الوصف وفى التعليق الاول. وجينا هنا بقى طريقة عمل الفتة بما ان احنا استخدمنا الجملة دي. وعملنا سارش. تمام? هنا جايب لك من الف وتمانية لحد دلوقتي. دي الفترات الزمنية اللي الناس استخدمت فيها الجملة دي. يعني اغسطس الفين وسبعتاشر وستمبر الفين وتمانطور. دايما هتلاقي في ايام العيد هتلاقي ايه? المؤشر صعد. هو بدأ يصعد برضو هنا ايه? في شهر سبع هو. تمام? مش ده المهم. المهم اللي احنا هنزل تحت هنلاقي اكتر البلاد اللي بتستخدم الجملة دي. مصر. لبنان. لبنان بتدور على الفتة زينا. والكويت وقطر والاردن. دي اكتر كلمات بتدور على الفتة. طيب اللي همنا ايه برضو? طلبات البحث زات صلة. كل الكلمات دي برضو المستخدمين بيستخدموها. وهنا مكتوب ارتفاع هائل. يعني في بحث على الكلمة دي هائل اهو. ارتفاع هائل. تمام? فانت هتستخدمي الجمل ديت في الفيديو بتاعك. آآ تالت ادام عانة اللي هي مخطط الكلمات الرئيسية. اللي هي بتاعة جوجل هتضغط برضو على كل اللي عليك هتضغط هنا كده. هيفتح معك صفحة جديدة هي. فيه حاجة اسمها اكتشاف كلمات رئيسية جديدة. برضو هنكتب هنا مثلا الفتة. وهنكتب هنا طريقة عمل الفتة. وهنا هكتب الفتة السورية. تمام? اكتب كزا كلمة لها علاقة بالموضوع واعمل الخصول على نتائج. هيجيب لك هنا بقى كلمة الفتة الوحدة عليها عمليات بحس شهرية من الف لعشر تلاف عملية بحس. طريقة عمل الفتة من الف لعشر تلاف. الفتة السورية من مية من عشر المية وهكزا. جايب لك كل كلمة وكل جملة بعمليات البحس بتاعتها. هتجيب اكتر عمليات بحس. ما تكتبهاش تحت بعضها هتكتبها في شكل جمل. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجيب كلمات المفتاحية. رقم خمسة ما تكتبش اي كلمة مفتاحية. ما لهاش علاقة بالموضوع. يعني انت مثلا احنا قلنا بنعمل فيديو عن طريقة عمل الفتة. ما نجيش نكتب في في الفيديو. اه طريقة عمل الفراخ المشوية. طريقة عمل الكفتة المشوية. لا اكتب كلمات لها علاقة بالموضوع. علشان ما يبقاش المحتوى مضلل للمشاهدين. لان المشاهدين لو انت دخلت على الفيديو. ولقت حاجة مش اللي بحست عليها. هتعمل خروج مبكر من الفيديو. فده بيدي انطباع لخوارزمات اليوتيوب ان الفيديو جودته قليلة وان هو فيه تضليل. بدليل ان المشاهدين خرجوا من اول عشر ثواني. فبالتالي هيصنف الفيديو بتاعك كانه فيديو سيء جدا. رقم ستة. ما تنسخش اوصاف الفيديوهات المشابهة. يعني ما تروحش تجيب اوصاف لناس اه او لفيديوهات مشابهة وتخط الوصف زي ما هو. لا. انت يعني اعمل حاجة شبهه. بحيس ان ان انت لما تيجي تعمل وصف فريد لكل فيديو. هيسهل لمحرك البحث العصور على فيديوهاتك انت. لما بيقارنها مع الفيديوهات المشابهة. رقم سبع. استخدم لغة بسيطة وكلمات مفتاحية يسهل البحث عنها لشرح موضوع الفيديو. ما تكتبش بقى كلمات معقدة وتتفازل بقى. لا. اكتب كلمات بسيطة يكون المستخدمين بيستخدموها في عمليات البحث بتاعتهم. رقم تمانية لا تقوم بكتابة اي كلمات قد تكون غير ملأمة للمعلنين في الوصف حتى تستطيع الربح من الفيديو. ما تكتبش بقى كلمة بقى اصارة اه موت وفاة اه حاجات اللي هي حاجات الجنسية الحاجات دي. طبعا بتاع الكلمات اللي غير ملأمة للمعلنين كنا عملنا عليه في فيديو. وهسيبه لكم برضو في الوصف. رقم تسعة. كم بوضع علامة الهاشتاج مرتبطة بموضوع الفيديو حيث تساعد المشاهدين في العصور على الفيديوهات بسهولة. طبعا احنا شرحنا فيديو كامل عن موضوع الهاشتاج هسيبه لكم في الوصف ويظهر معاكم في الاي. طيب ايه هي بقى اقسام الوصف? الوصف قسمين. القسم الاول اللي هو اول سطرين. زي ما انتم شايفين عامل لك في الصورة هو. اول سطرين. والقسم التاني بيبدأ مع كلمة عرض المزيد. ادي كده القسم الاول اهو. اول سطرين. اول ما يجيب لك كلمة عرض المزيد ده القسم التاني. تمام? طيب القسم التاني دوت نكتب في ايه? هقول لك تكتب في ايه? بشكل عملي بقى. ده كده القسم الاول للوصف اول سطرين. لو ضغطنا على كلمة المزيد ده كده القسم التاني للوصف. انا كده حاطط ههو الروابط اللي قلتها. حاطط الهاشتاج. حاطط حاجات انا مسلا بستخدم تطبيق اسمه اوبن كاميرا. ده اللي بصور بي دلوقتي بالموبايل. بس بستخدم تطبيق مش التطبيق بتاع الموبايل. لا. في تطبيق تاني اسم اوبن كاميرا. ده التحميل بتاعه من هنا. آآ بستخدم آآ صوت من هنا يعني التطبيق للصوت. بس تخدم الصورة المصغرة مش عارف تطبيق ايه. المنتج تطبيق ايه. ودي قوائم التشغيل. كرس سيول يوتيوب بقى وكرس تسويق قناتك على الفيسبوك. فانت اكتب او اعمل اهم قوائم التشغيل. ده هيساعد المستخدم او المشاهدين ان هم هيفضلوا فترة طويلة في فيديوهاتك. ولو هو يعني مشاهد لسه جاي لك جديد من محرك البحث. هيبدأ يدخل عندك ويشوف ايه قوائم التشغيل اللي عندك علشان يستفد بيها. وبعد كده بقى في الاخر حط مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك بقى الانستجرام الفيسبوك. آآ الباتريون اللي عايز يدعمك. وهكذا تمام? يبقى ده شكل الوصف بتاعك. لازم كمان لو انت الفيديو بتاعك طويل مسلا عامل فيديو خمستاشر او عشرين دقيقة. وعمل في مواضيع مختلفة لازم تستخدم حاجة اسمها الطابع الزمنية. ودي برضو كنا اتكلمنا عليها في فيديو آآ ميزة جديدة ليوتيوب اتاحها من حوالي شهرين بالزبط. شايفين برضو الوصف بتاع قناة احمد ابو زيدي. قناة كبيرة برضو. حاطط اهوة عشر نصائح لمن هم دون التمنتاشر سنة. كاتب اهو. اول تلت سطورة هي. وبعد كده حاطط الطابع الزمنية. وبعد كده بقى كاتب الحاجات اللي هو قالها المراجع بقى والحاجات اللي قالها. والمعدات اللي بيستخدمها. وبعد كده مواقع التواصل الاجتماعي بتاعته. كل الناس المحترفة بتعمل الوصف بالطريقة اللي انا قلتلكو عليها دي. طيب تمام انا عايز بقى اعرف انا راجل شغال صح ولا لا. عايز اعرف انا بكتب وصف صح ولا لا. يعني انا عايز اقيس نجاح الوصف بتاعي. اعمل ايه? هتخش على ستوديو يوتيوب بتاعك. تمام? وبعد كده تختار الاحصائيات او الاحصاءات اللي انا اللي تكس. وبعد كده تجيب مستوى الوصول الى الجمهور. هتنزل تحت كده في حاجة اسمها مصادر الزيارات. احنا بنتكلم على ايه? عن ان الوصف هيجيب لنا زيارات او مشاهدات من بحس اليوتيوب. فاحنا هنضغط على الاطلاع على المزيد. هيفتح معنا هو. دي مصادر الزيارات. دي بحس اليوتيوب. هنضغط على بحس اليوتيوب. هنشوف بقى هنا. لو لقيت هنا كلمات كتير. والكلمات ديت انت فعلا كنت بتكتبها في الوصف. والمستخدمين. لقوا الفيديوهات بتاعتك من خلال استخدام الكلمات دي. يعني انا مسلا اهو. كلمة علامة استفهامة هيت. جالي منها عدد مشاهدات كزا. كلمة اه كنت عملت يعني هل تطبيق خطر ولا مش خطر. جالي من البحس كزا. اه شروط الربح من اليوتيوب. انا بستخدم الكلمات دي في الوصف. في العلامات وفي الانوان. اهي. لو انت ملاقيتش بيانات في في المكان ده. او ملاقيتش مشاهدات جيالك من البحس بتاع اليوتيوب يبقى اعرف ان انت عندك مشكلة في الوصف. تعالوا بقى مع بعض نتعلم ازاي نعمل وصف سابت. يبقى في كل الفيديوهات. اللي هو الجزء التاني. لكن الجزء الاول هيبقى متغير. الوصف السابت بتعمل ازاي? هتدخل على استوديو يوتيوب. لو انت برضو من على الموبايل. هتدخل من على جوجل كروم وتختار العرض بازدار سطح المكتب. وهسيب لكم برضو فيديو تعرف ازاي تدخل على استوديو يوتيوب من الموبايل. تمام? بعد كده هنضغط على الاعدادات اللي هو الترس ده. وبعد كده هنختار القناة. بعد كده نختار الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات. في حاجة بقى هن اسمها المعلومات الاساسية. وده كده كلمة الوصف. هتكتب بقى هنا اهو. انا واخده كوبية اهو وحطه هنا. هتحط بقى اتنين هاشتاج مسلا او هاشتاج واحد باسم قناتك. وبعد كده انت هتكمل عليه. وبعد كده بقى تحط المعدات اللي انت بتستخدمها مسلا. هتحط اهم قوائم التشغيل بتاعتك. هتحط مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك. وبعد كده هتضغط على كلمة حفظ. يبقى ده وصف سابت. بدل ما كل فيديو تبدأ تكتب فيه. لا ده وصف سابت معك. هيبدأ يعني يظهر في كل عملية تحميل. انت ما عليك ان انت هتضغط كده وتبدأ تكتب الوصف الاول او القسم الاول اللي هو الوصف الخاص بتاع الفيديو. لكن ده هيبقى سابت في كل الفيديوهات. بتمنى ان يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. ما تبخلوش علينا باللايك. ويا ريت لو انت حابب المعلومة توصل لغيرك اعمل شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.